صباح الخير يا برج الدلو. البرج الحلو. يا رب تكون كويسة يعني وتطلع حلوة بصيب بدايتها حلوة. برج الدلو ركز معي بقى في النقطة دي. في بداية. بداية حلوة او. بداية مشرقة. الشمس سوف تشرق على برج الدلو. نشوف كده. او ايه ده يا برج الدلو. ده خير ده حقيقية مش يظهر. ده حد يعني اه ده حد عينه عليك. ده كنال بص ايه ده. بسم الله من شاء الله واكبر عيني بردة عيني بردة. عيني بردة. اه بعشر كبات في ايدك. ده في حد يئم قديم. راجع وده هنشوفه من القراءة. يئم حد جديد بقى خالص وانت بتستقبله كده بكل روح رياضية. لانت منفبحة ليه. انت بتقوله تعالى يا اخي. مغمش تلي عليك حرابة. اتخرط ليه كده. اه. لأ لأ يا جماعة. لأ 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 قلبي رهيف من القراءات دي. حرام حرام والله. حد قديم على فكرة ممكن. اوكي عشان بس نقطف اين كده? ام. طيب نبدأ اين كده يا برج الدلو؟ مش حاجة تقلق الحمد لله. اه يمكن انت تعامل مع برج الحمل وبرج الجوزاج. وبرج طرابي وسرطان. وابراج ايتامي. طرابية. وبرج إباردوناري. برج مقل. طيب. نبدأين كده هناك شخصا يعشقك. يعني العشق الحقيقي مش مش زار يعني. اه. كأنه ملقك. يعني مش ملقك اللي هو ملقكش. لا. ملقك اللي هو مصدق. ملقك. انت توقع مروح يا معل. وفرحمتك اوي 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 اوي. وهو انت في بداية جديدة. ده رس ده اه. ده داخل على جواس. ده داخل على جواس. يبيقولك بيقولك ايه. انت بتال. خلصت. انت بتال. في بداية جديدة. مع ذاك تتفاقل. تتفاقل. اه. طبعا ده برج الجوزاء. وممكن يكون يعني هو مزان. بس واخد طاقة دول الجوزاء. طاقة العشق. اه. يعني. في حب من الاخل. وحب اوي. وصعيش. مش زار. طب انت طاقة غريبة اوي. عشان كده بقولك انت ممكن تكون. حد من الماضي. انت زي ما يكون. ممكن يكون ايه. ممكن يكون انت حد راجع لك من الماضي. وانت بتقوله ايه. بتقول ايه. مش سامع. بمعنى. لان هو انت شايف انه مقدم لك عرض. مقدم لك عرض. اوكي. الكون افروندوس. انت بتقوله ايه. مش سامع والله. او مش سامع. بتقول ايه. بتقول بحبك. مش سامع والله. امم. اه. بص باقي برج الجوز. ايه ده. ايه ده برج الجوز. ايه ده. ليه كده. ليه كده. ليه ده. برج الجوز ده. انت متخوف جدا. انت يعني. عارف اللي هو الشخص ده. لو رجعت. اقسم بالله. اقسم بالله. اقسم بالله. هوريك. مش هوريك اضرابك. لا. ايه اكفت حقلية. ده انا ده ناصحة قوي بص ده انا ناصحة. اللي بالك يعني. انا مش مش هفية. مش هتطع قلية تاني. انت متخوف جدا. وقافل على مشاعرك. ومبيله ووش خشبك. هو حد قديد. اصل لا يمكن يكون حد جديد واعمل له كده. او ممكن تكون حد جديد. دس انت خاف منه. نقلق. دخلته كده. اه. دخلته كده مش عاجبين. غلط وانا كنت مستنيه يغرب. الشخص ده. ممكن تكون متعرف عليه جديد. ودخل له لك. نعملل لك. نعملل لك. لكن ابتل بقول له. نعمل لك. تنتزيني زياد. تتعرفني ياعمل. اوا عايزك يغوزك. فانت خاف من قبل. ومساكل الصيف. لهم ابص ده. اي حركة هاكا كده. ولا هاكا كده. اتعرف ده. ده انا حوية ده انا ذاكي اوعى اه انا صحيح بص انا كل حنية ولكن ولكن عندك ان ده اكتر ده بيها المسلوبة جدا انت بتقطق انت بتقطق فانت خايف جدا 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 منه ورافعلك ورافعلك السيطة يا رابل عمال يقولك يعني مساء الخير مساء الحب مساء الدلع وانت بتقوله ايه ده ايه ده ايه المحني ده انت انت عامل وش صعب قوي معرفش ليه انت خايف منه انت خايف منه عشان كده عشان كده طاك طاك سافول انت 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 صعيب بس خايف 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 حلاص اه هو شايفك ازاي شايفك الكوين اف با انت بس شايفك شخص اه على فكرة بقى الشخص ده بوس انت نبايله الوش ده اه بس هو شايف حقيقتك شايف حقيقتك يا برد التالي شايف ان انت شخص جميل قوي من جوه انت بتباين اقل وش الخشك بس انت شخص جميل الشخص ده ممكن يكون قديم عرض عليك عرض مصالحة وبداية جديدة وانت بتقوله لو هوبت هنا هقبلك بالاخر بس هو عارف من جوه ان انت حزينة على العلاقة ديه بالزبط وان انت بتحبه عشان كده هو ريالك بحبك ومتأكد ان هو بيحبك شخص ده شايفك ان انت كنت حزينة على العلاقة ديه وعشان كده انت شايفه كمان مقدم عرض حقيقي انت شايفه ان هو مقدم عرض حقيقي ديه شخص ده حيران عنده حيرة جديدة قوي مش عارف يعمل ايه هو بيحبك قوي قوي بس مش عارف يعمل ايه ومخبي حتة ان هو عايز يجيلك بعرض ديه جوه مخبي بقى الحوار ده في المقابل ودي حاجة غريبة ان انت لو هو تقدمك بعرض لأسفاندوس انت كمان عايز على الفكرة انت كمان عايز تفتدي عرض ديه على الفكرة انت برج بدلو ايه خايف منه وقلقان بس ايه وانت حزين قوي انت حزين قوي كده برج بدلو انت عايز على الفكرة انت زعلان قوي عشان كده ايه شايفك انت زعلان لو جالك بعرض انت كمان هتروح له بعرض يعني هو لو فكر يجي انا كمان هجيلك بس خلي بالك بقى بص بقى عشان تعرف هو هجيلك بالكينج او فانتكالز عرض تقيل انت بقى تعمل ايه انت خايف منه خايف قوي انت متخاف منه قوي تعمل ايه انت عايزه انت بتحبه انا عايز بداية بس انا بقى هديك حاجة بسيطة ان انا يقول لك مثلا يخلو لك وحشتين تقول له اه الحمد لله انا كويس اهان بس كده تسقط لان دلبيج في بلدك عرض زانطوت يعني يقول لك انا عايز اخطبك انا عايز اتجاوز تقول له لا خلينا في الارتوبات الاول ارتوبت كده سنالين تلا تجربك بيبدل كده مع بعض نخرج وروح ونيجي لان انا تلاسعت من الشربة يا بابا انا تلاسعت منك قبل كده على فكرة يا برج الدلو انت بتفكر تفكير سلبي شوية معلش عذرني انت بصص على ان العلاقة لما كانت زمان تعبت وزعلت بس فيه امل في العلاقة دي انت اه انت انت كانت خبط امل من الشخص انت شخص ده مطل يقول ما تغيرش حاولت معا كتير يتغير ما تغيرش بس فيه كوبايتين وراه هون ما تركز معهم يا عمي سيبت من كوبايت المقلوب اركز معهم سيبت بقى اهو بس انت عايز ايه يعني هو عايز ايه الصنادك وانت هتقول له اه الحمد منك بس لتدخل كلمك هترد عليه بس مش ان هو وحشتيني وحشتيني لا مش كلام ده ان ال برج الدلو صعب 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 يعني طيب هو شايف العلاقة دي ايه شايف العلاقة دي على فكرة لو كنت تعمل محد برج الجوزاء فانتو الاثنين هوائيين مطاقة عقلي شايف ان العلاقة دي علاقة عقلية بالضبط العلاقة دي لو اتكلمنا بالتفاهم لو اتفاهمنا هنرجع لبعد بسرعة اقلية خلي بالك اهو برقبك خلاص بيرقبك والكارتين دول مرقبك اوكي وده البيجورسوردس ودي الكوين انتو زمان اه بس كده ام بدا تفهم على فكرة ام بدا تفهم العلاقة دي كانت زمان علاقة فيها شخص مندفع وشخص قافل على المشاعر شخص مندفع الكينجيروسوردس شخصي مندفع وشخص تاني مش قابد كلمته متلاوع شوية او عايز مثلا اه مصحوبية لعني زرطفردش دلوقتي بالكلام ده فمن البيج الوفيس لكوين الفيس يعني العلاقة دي لو رجعت تاني مرة تانية ورجعت حسننا امورنا هتبقى كده هو شايف كده شايف ان العلاقة دي كان فيها عدم ثفان او انتو مكنتوش فاهمين بعض ممكن يعني هو مسألة مده وده اللي حسي يعني هو كان عرض عليك عرض وانت قلت له لا. مش عايز اتجاوز دلوقتي. بسراحة. وحاسك ان انت عايل بترجع في كلامك. وان انت كابت على مشاعرك كده ها. فلا هو شايف ان هو لو القلاقة دي فهمنا بعض. احنا الاتنين هننتصر. على فترة انت بتحبه. وزعلت لما مشي. يلا يا عم. انت كمان شايفه الصن يجي ترى. بص. مش بقولك بتحبه. بتحكي على نفسك. بتحبه على فترة. والشخص ده راجع. راجع بس. راجع ببطء. لانه خير ترفضه تاني. الشخص ده قدم لك عرض الجواز وانت قلت له مش عايز اتجاوز. اهو. بس قريبت الفترة بتاعتك دي جاية منين يا لقين. انت شخص بتحب الخروج والفسح. ويعني يعني ينلفه مع بعض شوية. بداش اتجاوز عن الطول كده. اخاف منك. بس لما بعد مقدرش. قلت لك لا انا بحب. انا عايزه تاني. فهم قدم لك عرض. ههم قدم لك عرض ومصالح. وانت هتقبل لعرض ده. وعلى فكرة. انت كنت قافل على مشاعرك. انت كنت قافل على مشاعرك. وممكن تكون نشيت من العلاقة دي. بالزبط ثانية واحدة. السيناريو الثالث. لما عرض عليك عرض حب. انت فلفزت منه. عشان كده او شايفك ان انت عايل. مش عايل. يعني بس. يعني. مش عايز ترتبط. مش عايز حد يمسككك. فبس انت لما هو مجي انت زايلت. زايلت عليه او. وانت مستعد. بس اللي هو ايه. نص نص برضو. 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 ليس مصابر مع الموقفك. بس انت بتحبه او. على فكرة. شايف العلاقة دي حلو. طب النصيحة ايه. انا صحيحة بتقول لك يا برج بالو اشتغل على العلاقة دي. العلاقة دي تصنيت. يلا يا عمي. يلا يا عمي بس ابقى. ابس ابقى. ابس ابقى يا عمي. علاقة من الايه حب. شخص دي بحبك اول. اول اول. شايف اقول اول حب انت. ده خلاص. ده هتجانن عليك. من اخر. هو بصراحة برج بالو اي حب يجانن عليه. برج بالو فضيع. يجزب اي حب. هيتجانن عليه. هيموت ويقولك بحبك. لو مقالكش بحبك هيموت. 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 هيموت ويقولك بحبك. فبيقولك اشتغل بقى. يعني. قدم له حاجة. زقه شوية. زقه لو ده قراش. لو ده قراش زقه. عشان هو خايف. من اخر. بس بحبك اول. شايفك السلمة دي. اشتغل يا برج بالو على هذه العلاقة. هتيبقى عليك الجواز بازن دي. بازن انت. ان شاء الله. اراكم. وشوفكو في المنفاصلين.